جلسة طارئة لمجلس الامن حول الوضع في العاصمة طرابلس انتهت بدعوة الاطرف الى الاسرع بالعودة الى الوساطة الاممية والالتزام بوقف اطلاق النار الجلسة التي عقدت بدعوة من الكويت والمانيا وبلجيكا اعربت فيها الدول الاعضاء بمجلس الامن عن قلاقها العميق ازاء تدهور الاوضاع الانسانية في طرابلس اضافة الى تأكيدها ان احلال السلام لا يأتي الا من خلال حل سياسي معربة عن دعمها لجهود المبعوث الاممي الى ليبيا غسان سلامة من اجل منع التصعيد المندوبة البريطانية اكدت ان تزويد وتوفير الاسلحة لاطرف النزاع في ليبيا ينتهك الحظر المقرر من مجلس الامن ومضيفة ان بلادها تريد ان ترى احراز تقدم في هذا الملف بينما جاء الموقف الفرنسي متسقا مع موقف المجموعة الدولية حيث دعت الاطراف الليبية الى وقف اطلاق النار فورا دون شروط مؤكدا انه لا يوجد حل عسكري للازمة في ليبيا دعوة مجلس الامن وان لم تحمل موقفا واضحا تجاه طرف بعينه الا ان اللافتة هذه المرة هو توفر حد ادنى من التوافق بين الدول الاعضاء عبر البيان على خلاف ما حدث عند بدء حفتر عدوانه على العاصمة وهو ما قد يكون ثمرة اولى لجهود الرئاسية الدبلوماسية في المدة الاخيرة على الارض لا يبدو ان الاطراف المتقاتلة في وارد الحديث عن وقف اطلاق النار على الاقل في المدى القريب فحكومة الوفاق تصر على انسحاب قوات حفتر الى مواقعها السابقة قبل الحديث عن اي وقف لاطلاق النار فكيف سيجري التعامل مع دعوة مجلس الامن الجديدة الذي فشل في مرة سابقة بالخروج باي قرار لادانة العدوان على طرابلس بسبب معارضة اطراف داخله من بينها روسيا لادانة هجوم حفتر على العاصمة طرابلس اشتركوا في القناة